تصريحات أطلقها مدير مفوضية ديالة الانتخابات عامر آليحية قبل أسابيع تتعلق بعمليات العنف التي شهدتها ناحية بوهرز اتهم خلالها القوات الأمنية بعدم المهنية ونفا تواجد ما يسمى بعناصر داعش في المدينة هذه التصريحات ثارت القلق لدى المرشحين والناخبين خلال عمليات العد والفرز وعطت دليلا واضحا وصريحا بشأن غياب المهنية لدى مفوضية ديالة التي لم تتخذ جانب الحياد حسب قولهم صدرت عن بعض المسؤولين في المفوضية وعلى وجه خصوص الأستاذ عامر مدير المفوضية أعتقد كان فيها تسرعا واضحا باعتبار أن الأجهزة الأمنية نعم يرتكب هناك خطأا معينا أو يخترق جهاز أمني معين ولكن لا يمكن لنا أن ننكر وجود القاعدة وجود الإرهاب ووجود داعش في ديالة بشكل عام وفي بوهرز بشكل خاص ولهذا فنحن حقيقة كمرشحين للانتخابات أصابنا نوع من الإحباط باعتبار أن مسؤولين على هكذا مستوى يجب أن يتميزوا برباطة الجأش أولا وبالشجاعة التي تقترن بالفعل أيضا هذه التصريحات جت مسجمة مع تصريحات كتل سياسية وهذا ما ولد حالة عدم رضا عن السيد مدير عام المفوضية باعتبار أنه كان يبتعد نوعا ما حسب معلوماتنا أنه الأجهزة الأمنية قدمت لكل الدعم وباعتبارها مدير عام المكتب المفوضية والقوات سوات معلوماتنا التي ساعدتها في إخراج عائلته من منطقة بوهرز تصريحات أليحية أثارت القلق لدى المراقبين والناخبين على حد سواء الذين اتهموا مفوضية ديالة بعدم المهنية لأن من ينكروا تواجد داعش رغم أنهم قاموا بقتل الآلاف له القدرة على سرقة أصواتهم الانتخابية حسب قولهم أدنا 40 ألف شهيد في محافظة ديالة قتلهم على داعش والتكفيرين نتفاجأ من هذه التصريحات وبنفس الوقت نحن نخاف على أصواتنا كان الحديث بقصد فهنا مؤشر كلش خطر قصصا وهو يمثل أكبر جهة في محافظة ديالة وهو مدير عام المكتب الانتخابي في محافظة ديالة وربما هذه الحالة يكون فيها مأخذ كثير ويأثر حتى على النتاج الانتخابية ويكون ردود فعل سلبية لقسم من الكتل السياسية مدير مفوضية ديالة وصفت تصريحاته بشأن أحداث بوهرز بردة فعل لموقف آني وأن الأحداث الأمنية ليس لها صلة بالمشهد الانتخابي التصريحات كانت رتفع لموقف آني انتهى في حين وليس له علاقة أنا كنت ابن مدينة بوهرد وأنا رئيس مكوضة الانتخابات في محافظة ديالة ما يجري بالانتخابات غير ما جرى فيه الدليل كان الوضع الأمني لبيئة الانتخابات وضع جيد ووضع ممتاز تصريحات تتعلق بالمشهد الأمني لكنها أثارت الهواجس في المشهد الانتخابي هواجسه قد تبدو منطقية لدى بعض المرشحين أو العكس لكنها ستكون حاضرة عند إعلان النتائج النهائية للانتخابات بحسب مراقبين من أحد مراكز الفرز والعد وسط مدينة بعقوبة خادر العمباقی الحراء